ماذا المقطع يا سطير راح نشوف ما بعض الاستعراض انذر اسكنات الاسلحة واقواهم اوكي حلوين والرقصات والحقيبات والا ولا 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 كلما بعض اوكي قمنا بريش بهذا المقطع حبيبنا لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام لا تنسوا كمان حبيبنا تحطونا زر اللايك والشيرات وتنزولنا تحت تفعلوا زر الجرس حبيبي الكرام يسالكم اجدد واجدد كلش ما بعضه طبعا حبيبي اه شي مهم الاستعراض هذا الجزء التاني انا بدلو لادة الحسابي مستعراض من فترة من اسبوع اطلبتو مني اعملكم الاستعراض الثاني للحساب الإسلحة متشجددهاالسلح كل شي لا بدأ تطور لكBeifall when we enter the map لا어� specifics اخللا Tools we enter a tab اوه دخلنا حبيبي كرا طولت وحبيبي تمادو شايفين لداخل الجديد مثل ما قلت لكم روحوا على قبل ثلاث فيديوهات موجودة للسراث الأسكنية حسنا شباب خليتكم على الأسلحة لنشوف لاتس كو حسنا بنتقع على متجر حسنا شباب نبدأ أول شي بالم4 حسنا عنا هنا الام4 اللي اسمه السمات شباب عنده اثنين معدل اطلاق النار اوكي طبعا الشباب بين قوسين دايما بقول كل الأسلحة اللي فيهم معدل اطلاق النار مع الدماج هدول يعتبرون أسطورية طبعا بالنسبة لهذا يا شباب هذا فيه اثنين معدل اطلاق النار بس ولكن مغزن الزخيرة عادي بس هذا يعتبر من الأسلحة يعني الام4 الحلوة فهمتوا عليه عنا هنا يا شباب المغزن الزخيرة مالزا هذا يعني بالأفضل انه نستخدم هذا ماذا حصل من هذا فهمتوا عليه اوكي عنا هنا هذا عنا هنا هذا شباب الضرر طبعا مثل ما قالتكم اذا اسلحة فيهم ضرر ويعتبرون من اسلحة اصطورية يعني بيزيدوا الضرر ومعروف يعني باينة اوكي عنا هنا لا انا مش روح بقول السمات اسمه المتمردة المخربة المتمردة المخربة والله متمردة متخربة اوكي لازرخ السلجي شباب عنا هنا اثنين ضرر وعنا هنا الزئب المجتعل عنا الدقة اوكي عنا هنا شب هادا اثنين ضرر ونفس هذا يعتبر نفس هذا يا الله وال نفسه نفسه اوكي عنا هنا السماوات الوردية عنا هنا تنين معضل اطلاق النار وهذا كباب نفس الشي نفس هذا هذا مغزن ولكن هذا تشوف هذا فيه استراتي عادة التحميل هذا الافضل يعني اذا عندكم افضل لكن حلول اوكي شباب طبعا شباب ببلش من 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 اليمين من تحت لفوق اوكي اه عندنا هون هذا ما فيه ما فيه شي عندنا هون هذا هذا قديم كتير شباب هذا كتير قديم اه لا مهذاك فيه واحد يشبه هدفه لكن قديم ما تذكره ما ما تذكره فيه شي شبابه اذا عرفتم شو عم بقسيم كتب التعليقات اوكي يلا اه لبعضهم عندنا هدف فيه ما ده اوكي عندنا هادلو بشابه الان رح ندخل في الاشيئ الاسطوري يعني ندخل بالشيئ يعني الاسلحة الاوليفل يعني الاسلحة اوكي عندنا هون شباب جمجل مشتاعة عندنا هون الدرر اتنين من الدرر اه اتنين من الدرر اه اتنين شاب بيقوصير رح فارجيكم هدولة الاسلحة الزرق بيكون فيهم اتنين من خاصيات بالعادي تماما بس لما يدخل بالبنفسجي وفوق لا والله احكي لا انسى والله شباب اطلعت ايك شفت اوكي شباب انا فكرت اعسف اعسف اوكي اعمل نفسك بيت اوكي شباب اه لبعده عندنا هون شباب هذا اللي يعتبر من اقوى الانفورات باللعبة يعني هذا التوب وان بدون 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 تعليقه اوكي لانو يشوفوا شباب عندنا هون واحد درر وفيه سرعة اوكي شي مرتب على اخير شي لوز اللوز عندنا هون حباب لان مغزن الزخير هذا ما يهم انا بالعادي لاني بتحط له مغزن ثري والعب اغلب الوقات لو عم ندخل بشي جيم لعب مغزن ثري ملعب اوكي عندنا هون هذا شباب السرعة وفيه اتنين من الدقة قليل الدقة اوكي اوكي عندنا هون شباب الطوفان هذا كمان يعتبر من اقوى الانفورات شباب اوكي لانو نفس الشي عندنا هون الضرر والدخيرة ليش ليش قلت لكم انو هذا افضل الشي راح تشوفوا بعد شوية شباب لانو هذا شوفوا هذا هذا كويس بس ولكن فيه المدى قليل تمام تمام؟ عندنا هون شباب هذا الشريحة الوردية فيه اتنين من الدقة واحد من الدرر اوكي والسرعة ناقص اوكي عندنا هون شباب اللي يعتبر الطوب طوب اوكي هذا شباب هذا يشبه هذا كتير يعني هذا هذا الانفور بالحضر المزلت من الفترة يشبهه بالظبط بس ولكن فيه اختلاف بسيط هذا فيه المغزن الزخيرة قليل بين هذا هذا فيه السرعة عادة التحميل يعني يعني شباب بين قوسين بالنسبة لي هذا اسلاح بطيب الورشارف اوكي بينما هذا فيه زخيرة اقال يعني هذا عنده نقطة اكثر من هذا بس ولكن اللي حطوا هذا ما يشبهه شي يعني حلو بيعطي اه شي المميز فيه هذا بيعطي اه شو كان بيعطي اله شي مميز اللي هو بيعمل اه اثارة بالضرب بس هتذكر ولا هيك هيك ما هتذكر مبع فكرة مشان هيك اوكي يلا خلين نطلق على الرور دخول على الاي كيات شباب يلا نرجع للتحت شباب عنا هون الاي كيات شباب الاي كيات شباب طبعا عروفة من الاسلحة الاسطورية باللابل فيها دماج اسطوري ضرر اسطوري يعني تلاتين اربعين وفوق بينما الانفورد عشرا يدعش خمسة عشب ها ما في الآن علي السابق اللي عمان's here هذا هو الرائجر الجمجب هذا الرائجر الجمجب هي ما هو معدل نر 1 عمان الشرائعات تجربة riass burguan z1 هنا عماني مغزن ناقص مغزن يعني هنا قليل طرقات اوكي يا شباب مثل هذه الانفورد اقضر هذه الانفورد قامت القامت بدون امرض الانفورد الأكر اوكي كان هذا الانفورد الأكر كثير لنا اوه فقط ضررصي طبعا الايكيب ستجد ضرر قووي وعندما يكون فيه معدل اطلاق نار سريع يعني يصير دمار شامل فارجيكم على اليسار هذا ما هذا بيض من الاخر هذا بيض مثل ما قلت لكم شباب سرعة دماج سرعة دماج دقة حسب كل سلاحه وسلاحه انا هنا اثنين ضرر هادا اللي هون شباب دقة خفيفة دقة يعمل ايكيب يعني شباب الايكيب من دون ما تحطوه اذا ما حطتوه اللي بسموه هاي البونية الصفرة هاي المثبت الاصفر او مثبت ثلاثة لكي يعني الصراحة على حسب تجربتي ما مش مش لوزن الروس يعني لازم تكون له المثبت اوكي خالد تشوف هادا شباب فيه الدقة اللي اسمه غزو الرقمي عنا هادا شباب في النحلة في واحد اتنين ضرر بواحد ناقص مدى عنا هادا شباب معدل اطلاق النار واحد بالمدى خفيف دقة يعني هادا سريع وفي عنده دقة بس ولكن بالمدى مش لوز تمام دقة حرية بس ولكن بالمدى مش لوز اوكي لبعدم عنا هادا شباب دقة على الموسم العشرين بحصي موكو نفس الشي نفس الاشي عنا هادا شباب القرعة العيد الهالوين معدل اطلاق النار اتنين من الدقة بس ولكن بالمدى اللي بعده جمجلة صيات عنا اتنين من ضرر شباب هالمرة عنا اتنين من ضرر اوكي رحنا نطلع لانا المستويات الاقوى من الليكيات عنا اتنين من ضرر شباب وهون في السرعة على التحميل زائد واحد بس ولكن بالمدى مش لوز اوكي 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 اه اوكي. اوكي عند حضنا القديمة اوكي اه حضرنات الاي كي اه في اتنين في اصفر في الاحمر اكيد عرفته شو بقصد اه ما عندي يوم او نبلح حساب اوكي كان بحسابي القديم اوكي اه عندنا هون شباب الاي كي دراجون الاي كي شباب المدمر اه المدمر المدمر يعني هذا الاي كي شباب يعني اه 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 بصراحة من اقوى الاي كيات الموجودة باللعبة يعني اه اه طاحة بالنسبة لي شباب طاحة فهي اثنين طاحة فيه هذا ولي بعده هذا طبع ما شباب فرق بين اي كي دراجون واي كي هذا اللي نزل لها بالدراجون الازرق الفرق بينه والي هو الفرق الاي كي اصطوري مرى حاكلكم طبع شباب قلت لكم من اول شي الاي كي دماجة اصطوري تمام بعدين اه يعني من قبل اي كي من اول اول دماجة ولكن هناك فرق بين هذا وهذا في الرجل معي هذا فيه اثنين ضرر يعني دماجه قوي عنده شخطة واحد من معدل اطلاق النار يعني السرعة تمام بينما هذا الشباب ان هنا واحد من ضرر خففوا الضرر بس ولكن شباب زادوا السرعة يعني شباب كل شيء اسمه السرعة كل شيء يعني كيف يقول لكم يعني كما تضربوا اكتر واسرع اكتر راح دمجوا اكتر وتقتلوا اكتر يعني هذا الايكاجاب ينفعكم حتى من المسابات القريبة لانه عنده السرعة اوستورية فهمتوا عليه بس ولكن الاسف شدي عندما تمت شيلوه بنقص بنقص لكم بسرعة الحركة يا ستير اوكي عندنا الشباب الآن ما تم اقتل لكم على اثنين ضرر واحد معدل اطلاق النار يعني كمان اسطوري بس ولكن شباب يعني من الاخر من الاخر من الاخر شباب يعتبر هذا لانه شباب عنا ندخل عالترقية تبعيته شباب عنا الميزات اه تبعيت الايكي هذا شباب عندي لفل سبع عنا فيه رقصات رقصته المميزة لحالها وكتير من الاشياء شباب مظهر عندما لما تضرب على العدو اه بطلع له هيكت الشغلات ولما تضرب على اه انت بتضرب بطلع لهذه الشياء شايفين معي يا حبابي تأثير قتل لما تقتل حدا بطلع هيك روح وهيكي والاخر هيك اوكي عندنا هون تأثير الضرب لما تضرب على الشخص بطلع هيك اللوان على جسمه اوكي وهذا هو شباب هذا الشكل الاوت مينة ثلاثة ثمسة ستة سبب اوكي شباب الان راح اروح على الام اربعة عشر الام اربعة عشر شباب راح نشوله بشكل سريع اوكي اااا نفس الشيء شباب عندنا هون تنم الضرر الدقة ااا اا اما ارب سليحة يعني اول المعروفة اللحلوة كتير اسطورية بس ولكن اااا القطعة باللعب اي ما ارزة لاحظتوا هالشيء اذا اي شخص جديد باللعب اي شباب راحطول عليكم هذا المقطع بنفس الوقت عم بعمل شروحات للاشخاص الناس نباقلين جديدوا على اللعب فرحبتوا على هيك المقطع طويل اوكي عم بعمل شروحات كل الاشياء الي بعروفة بحاول ادخلكم اياها بشان تفهموا وتعرفوا وتميزوا بين شو الافضل وشو المو الافضل اوكي عن هون اربعة شباب لما تد عندما تدخلوا فيه منهم عليهم علامة الصفراء قالوا فيه قطعة الصفراء عندما تدخلوا فيه منهم لا يوجد قطعة الصفراء يكون قطعة الصفراء سريعة وإذا تجيبوا معدل اطراق فيه السرعة بنفس الوقت يعني هل سلاح الشباب دماجه قسل طبعا شاب أنا عندي فيه اللي هو اللي هو فيه اثنين متعدل اطلاق النار بس ولكن شاب أنا عن قريب متأكد متأكد وشي أكيد رح ينزلوا أسلحة معنو بلشوا فيهم على هذا السلح شباب نزلوها بالرويال بالرويال الصيد البيض بصيد ببيض يا زلمي شوال اسمها التعباني اقصم بالله حبايبي أنه يا شباب تبقى أخذوا لكم شباب بلشوا بالم4 بالم4 عفون ينزلوا سكنات تصوية يعني خاصية ثلاثة مثل ما بلشوا هدول شباب لأيك شباب ترقبوا عن قريب رح يكون فيه اسلحة واو بالنسبة للم14 شباب عنا هنا شباب ضرر مد وهذا هو طبعا أنا بس نعمل هذا شباب لأنه فيه السرعة مثل ما قلت لكم السرعة دائما اختاروا الاسلحة فيهم السرعة قبل الضرر يعني بتاخذوا الثاني حسنا حسنا الآن شباب رح ننتقل على الجزء اللي بعده اللي هو السكرات حبايبي السكرات يا أستأوية خيري نتقل على السكرات شباب عنه السكر عادي هذا هو شكله من بعده شباب بالنسبة هذا السكر شباب كان منافس السكر للتيتا أوكي أيام زمان يعني كان فيه سرعة اسطورية عنه هذا الموضة القديمة عن هذا شباب عنه الدقاء عنا هذا معدل اطلاق النار عنا هذا شباب الضرر عنا هذا النمر الاسود الفتاك وهذا قوة الخاصة لان جابر ندخل على الاشياء الاسكرارات اللي فيهم ثلاث خاصيات عنا هون شباب معدل اطلاق النار اثنين والمدى يعني هذا بالمدى حلو بس ولكن دقة مش طوب طوب تمام عنا هون شباب السكرار نعنصر الماء عنا الضرر فيه اثنين والمدى قليلة يعني يعتبر نفسها دقة مدى اه لج هذا نفس الشي هذا في اثناين من ضرر مدىr القليل ودقة عالى عنا هناك شباب القمر الدامي عنده في اثنين من القمر الدامي الشباب شاكلين من قمر الدامي متل ما انتواrement شايفينك في من نوع في هه خاصيتين وفي من وفه اثنين من خاصية مثل ما انتوا ماش شايفينة على هونει اث عائم المدى الضرو اللي بضرج واحد و الضرو اللي بأتكلم للمحاربة كتاء الاشباب راح ندخل على دقيقه القسطوريين الي هو ال دق Hack geek المطور يعني بتوروه من ال المطور زلي اللي لا يعرف شو هو القرش يعني يطور على دقيقه إكمال ال ash fox تعرف علىço هذا الليل fällt وعندما نزلت الحاضنة كل الناس كانوا يأخذوا الاغلى واحد وانا وقتها لا أعرف الحمد لله فكرت نفس التفكير ودرر 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 وسرعة يأخذوا الاغلى شيء ومندموا كثيرا لهذا وقتها أخذت الاغلى وصرت وقتها كان شيء نادر ولحد الان شاب الاغلى رطيتني شيء واو لما ألعفتها بسويس يقولوا عليكم خذوا الاغلى لا يعرف اذا يتذكروا هل تابعيني الحلوين حسنا شاب خيات خذوا بالكامر شاب الاغلى يلا عن هنا الضرر عن هنا الضرر شباب كما أقول لكم الضرر السرعة لهذا الشيء أسطوري شاب وعندنا واحد من الضرر واثنين من السرعة والاغلى من قبل من الأسلحة السريعة من قبل الأسلحة السريعة ومعروفة السرعة ضف السلاح السريع من قبل ضف السرعة أكثر يعني بيصير أسطوري وهذا هو السكارة تيتان شاب اللي هو فيه واحد ضرر اثنين معددك اطلاق النار اوكي ومهزن الزخيرة للمدى عادي يعني ما يهمنا يعني كل خاصة باشوف اي خاصة اي سلاح فيه خاصة الزخيرة قليلة ما يهمني يعني لوس خليط على التطوير الشباب لندخل على السكارة بقرشة قبل نشوف أوله لآخره هنا هون الشكل الأول بيكون هيك شكله الشكل الثاني بيعطيك بيعطيك شيء خاصة لما تقتل العدو عنا هون الشباب الشكل كاميرا بيتطور ثلاثة أربعة هون نفس الشيء مثل هيك بيصير تأثير له لللاعب لما تلعب عليه بيطلع له هل هيك مثل هيك العد عم ينعب يعضل مثل القرش عم يعضل عن هون التأثير مثل ما نتو شايفين وتأثير قتل نفس الشيء وهون الشكل بيتغير ايوا هون شكل بيتغير وعندنا هون المظهر الأخير اللي هو السكار وهو الرخصة راح فرجيكم يا بعد شوي خاصة له طبعا شباب بالنسبة للسكار القرش بالنسبة للسكار القرش و السكار التيتنا شباب نفس الشيء بس ولكن شباب الشيء الاقتلاف بينهم هذا شباب يعاد سرعة يعاد تحميل شوي خفيفة يعني إذا بحط له شارجر أصفر بيزد لك السرعة في نسبة نقطة كثيرة اللي ما بيعرفوها المتعبين الداخلين الجديد على اللعبة خلينا نطلقنا شباب على الجروزا شباب ما عندي كثير مسكنينة الجروزا متما تشاهدون عن هون الدقة المدى و نفس الشيء شباب نختار لأسرع شيء نقطة كثير مسكنينة الجروزا متما تشاهدون شباب هادول هو عن هون الأسرع سلحنين ما يستخدمون كثير عنهم عدل اطلاق النار الساموراي الأحمر الغزو الرقمي 2 متدقة واحد الكذاب المشتعل واحد متدقة 2 متضرر لفهد للمقالب و ناقص واحد المغزن الزخيري النحلة 2 متضرر هذا فيه ما فيه شيء هذا ما نزال اوكي بالنسبة للمهووس طبعا شباب انا في شيء غريب انا جايب هادا الزرر كيف حاطط هذا انا لازم احط هذا 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 فيه السرعة المعدل اطلاق هنا هادا فيه سرعة ليش حاطط داكنت هذا فيه السرعة معتها شيء وسطوري نبقى على هذا بشان يضرب سرعة طبعا هادا شباب الاسلحة الميت طلقة هادا هو الشكل الاول تاني هادا تبعت الفراعينة النسيان الابدي تبع هاي كان تبعيت الفاير باس عن هون الورد الفاقع في يوترا حاطو هادا هاي سرعة يعادة تحقيق بالنسبة للمصالحة شباب من الاسلحة الاسف شديد يعني خربت ايام زمام كانت يعني شيء اسطوري اوكي بنفس الوقت عم فرجيكم الاسلحة ايام زمام كان معادلين عليه كتير شغلات حلوة كان بس للاسف شديد خربوه ماانا اذا لاحصلوا هادا الشيء شباب يلاعبين القدماء اذا لاحصلوا هادا الشيء انا هون يفامس الزهبيس فيه الدقة انا هون يفامس المصاص الدماء اللي فيه اثنين من الضرر والزخيرة اكتر ولكن مدى كنا مش اختار اه لاحصلوا هادا الشيء معادل اطلاق النار تساريتع التحميل هادا مش اختاروا ليش لانه سريع بتضرب اوكي فماس تعرفوا بيدرب رفال يعني ثلاثة طلقات بيدرب طلقة يعني كما تضرب طربة بيدرب ثلاثة طلقات لما تحط له السرح اكتر بيصير اسرع وبيدرب يعني طلقات سريعة اوكي اوكي يا حلمين حبا بيكينهم رحنا نعمل اختصار سريع شباب لانه شفت البقطع كتير طويل اوكي صراحة كتير طويل هذا معنا لديه شباب عن ما عندي فيه سكين له اصفر فيه السرع ما اجبت وقتها ما عرف كيف نسيت ما عرف شو صلي اوكي عن هنا هون الاكس اكس امويت طبع شباب بالنسبة للأكس امويت الاكس ام ايت ولا الفرانسي اكس امويت او فهمتوا عليه او نفس الشيء من الاسلحة السريعة اوكي انا حاطط هذا المعادل لاطلاق النار اوكي اللي بعده شباب ام ستين بالنسبة للام ستين شباب عندي تسع سكينات من الام ستين متل ما انتم شايفين شباب رح فرجيكم مياه بشكل سريع اوكي لانه متل ما اخذلكم المقطع طويل شباب كتير وفابد اياكم تملوا طبع شباب فيه كتير مشروحات يعني اللي يسمع من اول مقطع الاخر مقطع فيه كتير شروحات حلوة ممكن تستفادوا فيها معلومات حلوة الان الاربا وتسعين هذا هو شباب عنا خطط يرمودة ولا برمودة ولا شو هدا معادلة لاغ النار اختلاق الدروع عنا التاني مغزن الزخيرة الدقة وعنا التالت كمان اللي هو فيه الدقة كمانة وعنا هذا اللي فيه اتنين من الدقة وناقص واحد من مدى وهذا تبعية الفاير باس وهذا شباب اللي هو المستخدم هنا ويعتغد نادر هدا صار اتنين اتنين ضرر وناقص الدقة بلازما تعرفوه الاوك هذا هو شباب واحد ضرر اتنين من دقة البارفال بيض نقار بيض اوك خلينا ننتقل على اسلحة الرشح شباب هادي المرة شباب يومن بي لازكو هذا الان نحن ننتقل على الاسلحة الاس ام جي بين قوسين يعني اسلحة الاس ام جي يعني الرصاص الاحمر اوكي لانا تمتين بتعرفوه شباب فيه اسلحة من بعد واسلحة من قرب يعني في اسلحة المبادل هي الاسكار الاسلحة الفرجيتكم لها فوق الام فور كل الاسلحة شباب اللي يزم تلعبون فيها من بعد طبعا الشباب ركزوا كتير شباب لازم تختاروا لما تدخلوا باللعبة لازم يكون عندكم اسلحة من قرب من بعد البعد للفايدات البعد القرب للفايدات القرب اوكي شباب انتما انتم شايفين شباب انا حاطت هذا الاسكين اوكي امتلكم استعارات سريع وبنفس الوقت ام بشرح لكم اوكي هادول بنسبة ال UMP شباب بالنسبة ال MP5 هادول هما يا حلوين عن الاحمر دموي المدمر الموضط القديم نفس الشي شباب نفس الشكل تبع الاسكار موجود منه نفس الشي وموجود منه كمان P19 كمان نفس الشي الساموراي الاحمر من الاقرب انا مختار طبعا الاطلاق معدل اطلاق بالنسبة ال VSS شباب السلاح السم اللي بيجي بالجلطة عنا معدل اطلاق النار اتنين عنا هدول شباب نفس الشي اتنين هون اتنين نفس الشي رح خلي هذا نخلي هذا نفسي معدل اطلاق اتنين هالاسلحة شباب موجودة منها من ال AK ما رجل لاحظوا هالشي موجود منها يعني كل اسلحة التقريمة موجودة من هالسكين يعني العين الموت حسنا رح فرجيكم بالنسبة للشتians شباب اه 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 في حون هذا هو شباب معدل اطلاق نفس الشي وفي مده اوكي شباب ندخل نعم P40 شباب لا سلحة الاسطوري هده اسلاح شباب الاسطوري موجودة اه ندخل فرجيكم من اول شاب مع النها المهندس مهندس اوكي مهندس محن الحن وهدا اطلاق هذا هذا اسطوري شباب لانه فيه السرعة باسم يكن الدقة مش توق توق مغزن زخيرة هدا فيه ضرر مو السرعة لم توقع السلاح بسلاح سريع الافضل يكون نفس الشي شاب دايما السرعة والضرر ونفس الوقت اذا فيه كمان الدقة رح فرجيكم يعني رح فرجيكم ليش الدقة اوكي الكارنافال شاب عنا هون الدرر وفيه هده اتنين من الدقة شباب لانه بتعارفوا شباب الان بي فورتي يلزم يكون المدى المدى شباب تعارفوا ليش المدى رح فرجيكم ليش هده في واحد اتنين مندرر اوهد في واحد المدى اوكي هذا الالي وان ممكنArchic هيدا بيسموه ما انتذكر هيدا الارناب شباب لياش الارناب هده شاب من الPMF40 المميزة تعارفوا ليش له انه نه فيها واحد ضرر وفيه المدى يعني هده الAMP40 بيفيدكم للمتوسط المدى فحمتمocalyptic يعني تم دامج مه vão قرب 2 اتنين تتتت vine يع Yunan 3 اتنا يعÜh 4 بما وخمس افو يعني بيفيدكم كتير هذا الارنوب شباب ليش لانه في كتير من الناس لما نعمل روميات وان فيس وان بيستخدمه. عنا هذا شباب الذهب الدامي الاسلاح الام بي فورتي يعتبر من اقوى ام بي فورتيات شباب اوكي لانه فيه تضرر وسرعة بس ولكن مدى مش طوب طوب شباب لاسف الشديد بينما هذا شباب الاخدر بعوض الضرر هذا يعني يعتبر شباب هذا كويس فيه ضرر ومدى بس ولكن سرعة مش طوب طوب. اسف الشديد عندنا هدا الشباب الاحمر يدقها حلوة دقته قوية وضرر واحد. بالنسبة لام بي فورتي شباب الكوبرا المفتر يا شباب اللي بيتطور. طبعا يا شباب هذا الفرق بين هذا وهذا رجزوا معي. هذا فيه اتنام الضرر. طبعا هذا متطور شباب اللي هو رقص سطور رح فرجيكم اياها بشكل سريع. هذا عندنا فيه اتنام الضرر شباب وهذا نفس الشي يعني نفس الشي شباب شايفين بس ولكن هذا الشي ليش هدا افضل ليش لان رجز مايه هدا من قصيره المدى ولكن بينها هدا المدى تابعه ستاندار يعني على حاله يعني فهمتو. بس واكسر على التحميل عادي يم بي فورتي شباب من اسلحة اللي يعني يعني كل شي سرعة على التحميل وزخيرة نعم ما يأسر فهمتو علي. ننتقل البي ناينتي شباب طبعا هون عندي شباب بي نايتين اللي هو طبعا الحاضنة النزم من فترة. اوكي. عنا هنا شباب المدى وهادا الدقة اوه هدا يعني الاسلحة المتوسط هذا تضرر ستستخدمه للمتوسط المدى يعني تضرر استخدمه شوي من شوي من البعد بي فيدها كتير. اوكي شباب وعددها لاطلاق النار وهذا هو يلا ندخل ندخل على سي جي فايف هدول لنا شباب عاديات توبسون ها دي فيكتور شباب اللي حد لان فيه له سكين ما جبته ما بعرف ليش او لا اوكي شباب لان ندخل على الشوت جان شباب الشوت جان يا سطير ووو الشوت جان معدل اطلاق النار شباب طبعا بالنسبة للشوت جان طوي شباب بالاسلحة فيه طلقات كتيرة وبنفس الوقت شباب يعني يلزم السرعة ومدى مدى ومدى ومدى نفس الشباب دائما دائماap صلاحة تكون فيه الشوت كتيرة زيكا باعروزة صلاحاتك علبة المطمدة دربات يتضرب دربات اتصاب juvci اكثر من طلبة يسطير بلان๋ا صفية الفلك جانuje اتصاب له يضرب دربات النار сюда ايضاق ليس لنا ويعتبر لعائبين جاد ويعتبر هذا الشوت جان الر Samor ويطبع فيه طلقات قدره بالاسطوري يعني ليضرب 뚲�buds كتيرة ست طلقات ولا سبع طلقات هدا فيه ست طلقات بس ولكن لما تضرب تضرب بشكل سريع يعني يعني ثلاث اربع ضربات بيكونوا الدامق بتخرضوا وبيموت. اوكي عنا هون شباب الفيو الضرر بعد اطلاق النار المدى مدى وحلو طبعا يعني تقدر تستخدمه مثل ما قد لكم بالنفس الشيء. انا مستخدم شباب هذا هذا الطوفان. هذا في له اثنين فيه اثنين للطوفان ما ايه يود. هم كيفpeople touchdown انذا انه يوجد داخلات يعني كتير يعني ما تضرب permitirو بشكل يعني يمكن هذا فيه اه تسسحة او العشرة طلقات بالشدان شباب في المغزن. عنا هون شباب الناري. هذا شباب هذا الشدان يعني هذا يعني المدمر يعني. هذا شباب كل دربة يعني نشوف معي. بس لاقي اله вторباسي بطيء. هاي مشكلته للناري. Iya umt Rapid? لسه في شديدة كي بطيء بس ولكن فيه الضرر يعني كل الضربة يا شباب يعني بيدمروا اللعب دمار بتضربروا عندنا الضرر شباب هذا بالنسبة لشباب أنا نحاطه حاطة الضرر حاطة هذا اللي فيه معدل اطلاق النار ناقص واحد يعني بطيء بس ولكن مستعمله للمدى يعني شباب بستخدموا هذا يعني للمدى يعني للمسافات المتوسطة فهمتوا عليا يعني هذا بفيتني كتير تمام نطقع الاسباس شباب عندي يدعش اسباس شباب الصراحة الاسباس اه من انا كنت مستخدم نفس الشي شباب سلاح سريع اسطوري اه معدل اطلاق النار واحد المدى اتنين ناقص سرعة لتحميل انا هوني قفاش الروح النجم الغزور الرقمي والمعدة والمادة وذولة كل نحل الشباب وهذا لمستخدم هذا لانو فيه سرعة اوكي بس لان هذا فيه دقة هذا لازم نحط التاني هنا هدا فيه دقة ما كويس هدا حط لهدا سرعة اع تحميل هدا 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 احسن لي هذا بالنسبة للبربر يا سطور وووو شوث قال البربر شعر عندي كل اسكنات ما عارض اذا فيه اسكنات غير ولا لا علي عنا ما شباب انا نستخدم هذا لانه هدا كتير قوي فيه ضرر وفيه الدقة يعني بس وياكا ما بدا المسافات البعيدة موش طاب طاب بس وياكا ما شي حاله عنا هدا شبابة ضرر هذا لنزا من الفترة اه عنا واحد من ضرره سرعة تحميل يعني تحبها هذا كثير حلو. يعني بالرنكة تتنفضل هذا. لانهما شباب لما كنا نضرب ضربتين يعبي بسرعة يعني فهمتوا عليه. عنا هنا شباب لعنده هدا كمان نفس الشي. آآ هذا فيه طلقات وسريعات وسرعة تحت تحميل. يعني هدا الشي حلو لشباب آآ بيضرب بسرعة وبيعبي بسرعة كمان فهمتوا عليه. يعني متل هدا يشبه هدا. بس ولكن هدا فيه اولاد اتنين هدا اتنين معدد طلقي. هدا فيه سرعة. بالنسبة لهذا شباب هدا هدا الشوت قرد اللي يعجبوني كتير. آآ بالرومات آآ بالوان فيس وان وكلها الرومات اللي عادي يعني آآ فيه آآ اللي هو المدى يعني بتضرب مدى يعني اذا مسافة متوسطة ينفعك كمان بالرنكت هذا الشي وسطوري كمان. اوكي شباب. بنسبة لما كلت حد لا ما نزل معرف اذا نزلوا سكينات ما نزلوا سكينات. بنسبة للقناصات شباب. الخناصات شباب الحلوين الاسلحة اللي بيعجبوني كتير. القناص هذا شباب فيه معدل اطلاق. اوكي. آآ لعبة كتير بالبسوس دايما بالسنايبر. اوكي. هي بزمان كنت هتستخدم هدا لانه فيه ضرر مية وخمسة وستين كان يدره. بس ولكن الان باقي على هدا شباب هذا حلو كتير. اوكي. هدا هو شباب القناصات من تماما ننفيش. يوم البوية تاك تاك. لوز لوز. الكار. انا مستخدم الكار شباب لانه الكار آآ الاسلحة الحلوة. بس ولكن بدمجوا خمسون ولا ما اتذكر كم. بس ولكن نحطي طللو هون الضرر. عنا هون شباب القاعدة الزهبية. المادة اه اروح النجم هدول يعني هدا هذا هذا هدا حلو. هدا في معدل اطلاق. بس ولكن المادة التعبان. وسرعة اعاد تحميل يعني. انا لش ماني حاطط هدا. هدا اسطوري هدا. راح نجالب هدا. لانه اذا فيه بيعبي بيعبي بسرعة. النزة اللي قاتلي. لحد لان شباب هذا ما اشتركوا في القناة. 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 انت قلبي ورا شو الاسباء اللبه ياب بوي وقت الشاي انا هون عندي وقت القهوة انا قادي الفقمة لماذا الكلب رقصة الكلب رقصة تهزب خسرك رقصة تعال عندي اتصلي عملي رقصة الصاحب الحبل هدا تبقيت هاي تبقيت رقصة المساري انا غني رقصة هيا بنا رقصة كنت عم بشتغل جتني غبرة رقصة 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 تفضل اهلا وسهلا هيا تعال شرب لك رقصة الايكي هاي شباب رقصة الايكي هاي شباب رقصة الايكي اللي هي تعييت التطوير رقصة تبقيت تبقيت قبضة جبارة رقصة كريستيانو خونالدو رقصة تبقيت كريستيانو نفس الشي رقصة تبقيت الضغط هون تبقيت الكوبرا طبعا هون شباب فيهم رقصات ما جبتن تبقيت الوك كمان ما جبتن لانه الصراحة كتير غالية وما بدي اجيبها شباب اتمامي تجوارة صراحة يعني هاي ما عندها رقصة اوكي هاي باللسبة الرقصة شباب خلينا ندخل لل للمركبات متل ما انتوا شايفين هادول بلوز بلوز كوبرا ما شباب في كتير من الاشياء النادرة دول تاك 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 الحقيبات تبظهر اوكي شباب بالنسبة حقيبات تبظهر متل ما انتوا شايفين تبقيت الفاير باسات هاي بهايت الفاير باس الاول ثاني ثلاثة والاربع خامس والااخره هي شباب انتوا شايفين باللوز يلا نفرجيكم يا مكتكل كامل فرجتكم اهم الشي هادول هم يا شباب الحقيبات الحقيبات يا سطير يعني في كتير حقيبات هادول الحقيبات هاي الحقيبات الاسطورية شباب هاي هادول الحقيبات العادية اوكي اوه الفاندار الجوكر القرش هادول العادية شباب لوحات هتابعت هاي الاسطورية يا شباب كتير بحبة تبقيت اللوحات تبقيت الفاير باسات القديمة يا شباب سيف والله في لوحاتت تبقيت الفراين تبقيت الفاير باسات هاي تبقيت كروسيان و سي ار اعتقد هاي تبقيت كرونو كرونو هادول العادية والسيف اشي و هي استوري 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 كتير هادول هما يا شباب اه تبعيت الغنام. هدول اه تبعيت لما حدا يقتل اخيك يطلع شكل يطلع الشكل. تبعيت دول شباب كلهم تبعيت كلهم عندي تقريبا تبعيت هدول ما ظلات. اه نمشي بشكل سريع شاو لانو ظلات يعني مو هل الشي يعني اللي بنتبه عليه يعني كتير. هدول الاشعارات. البانارات شباب هدول البانارات. بانر الفاير باس الاول ويعني الفاير باسات الاولة هدول هنو الشباب شايفين المفروح ما انتم شايفين. اه شيء اسطوري اسطوري كتير 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 هدول تبعيت الاحرف تقريبا كلهم موجودة. الرايات البانر. لا هيت تيل الذي طرد الافاتار وهي لرايات عفوا 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 عفواك هدولا رايات شباب اول شي نفرجيكم بشكل استريات هذا هو هيدس ها نفعمل هدول هنالشباب هادول تشباب هادولي telefon sona القديمة شهي باللوز اللوز 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 noz مثلا كل سنة التجديد والسيزونات كمان اعتقد ايه السيزونات اوكي اه دول البنر شايفين معي في كتير من البنر شاب يعني دول السيزونات الاولى شايفين معي دول البنرات الاولى يعني موسم خامس سادس سابع تامن ويا اخرى تاسع عاشر حداش موسم السيزونات شباب كل ياتهم موجودة تقريبا كل ياتهم ايه موسم اتمنتاعش لاخر المواسم شباب لحد الان هادول هن شباب لاخر المواسم والله هي اسطورية هاي هادول بقيت كل المواسم شباب اوكي شباب خلينا نشوف اه الحساب فرجيكم الحساب ما فرجيتكم الحساب هانا ده هو شاب تاك تاك ال اه اه زي بتكبتش حالي على طريق الايدي اهلا وسهلا امي توقيتكم اوكي شباب اعتقد اعتقد شوفنا كل شي حبايبي اهي مقدو فرجيتكم كل شي شباب بالنسبة الاسكنيات حاطت لكم المقطع اوه لحاله موجود فيو كل شي اوكي اوه بالنسبة الحايوونات الاليفة هدول عاديات شباب اوه الحايوونات ياخلي بطلوها اوه يجب لازم اوه نطوروا هدول اوه هدول حايوونات شباب الحلوين. حباني الكرام. يكفي لاليوم. اه ما عرف مين منكم راح يجيب المقطع من اوله لاخره. اللي يشوف المقطع اوله لاخره. اكتبني بالتعليقات. اوكي. اه يا اساطير. اذا عرفكم مقطع الاستعراض لا تاخذوني. اه هذا المقطع كان كتير طوير. بس ولكن شباب نفس الوقت عمبام الشروحات ونحكي وكل شي شباب. اوكي? شو لا عجبكم مقطع شباب? ما بدي على هل ثلاثة كم ثانية كم دقيقة البقيانة يا شباب? حبيبي. لايكاتكم مشيراتكم. الله يسعدكم. ونشوفكم ان شاء الله مقطع جديدة واسطورية يا شباب. هذا كان جزتين للاستعراض الاسلحة وكلش من جزتين للحساب. هيك بيكونوا استعرض لكم كل حساب شباب. اذا تحبوا تشوفوا الاسكينات موجود المقطع بالقناة الجزء الاول. شوفكم على خير. نتمنى لكم يومكم سعيد. سلامات القهوة يا شباب. عملت قهوة وما خلق. بسطة. بدي روحة كاملة بنعملكم مونتعج. اوكي? يلا لاتس كوب تشتاو.